اشتركوا في القناة 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 كل كودن عبارة عن 3 نيكلوتيدة وبالتالي نضرب 15 في كام في 3 يبقى عند 15 في 3 يطلع لكام 45 ما ننساش ان انا اضيف كودن من كودن الوقف وبالتالي هزود على 45 كام 3 وهي كودن الوقف عبارة عن 3 نيكلوتيدة وبالتالي يطلع كام يطلع 48 يبقى عند الاجابة كام 48 يبقى هنا تاني عملت ايه عدد الاحماض الامنية ضربتها في كام في 3 ايه هو عاوز مين اصلا عاوز الامرن ايه ايه اللي موجود على الامرن ايه كودونات اللي هي شفرات الشفرس ولا سيئة زي ما احنا عارفين فاضرب في كام في 3 الناتج اللي عندي اضيف عليه مين 3 دي عبارة عن مين عبارة عن كودن اللي هي ايه الوقف وبالتالي 45 و3 طلع لكام 48 من الشكلين التاليين اي العضلات تكون في حالة انقباض طبعا حالة ايه ديت حالة انبساط عب سهل يكون انقباض نيجي هنا دي انقباض دي انبساط انقباض وديت انبساط واعوز مين اعوز حالة الانقباض يبقى عندي رقم واحد ورقم مين ثلاثة يبقى الاجابة واحد وثلاثة يعني الاجابة رقم مين رقم بيه اي الهرمونات الاغتية يتم يفرزه تحت تأثير عصبية اول حاجة عندنا البراثرمون من الغدد جارات الدرقية خاص بيحافظ على مستوى الهوامين الكلسم في الدم بس مالوش علاقة مين بيه اللي هو تأثير مين العصبي وبالتالي مش ينفهم عنا نيجي الحاجة التانية اللي هو مين السيروكسين بيفرز من الغدد الدرقية طب ده بيعمل كذا حاجة تطور القوى العقلية والبدنية ومعدل الايد وامتصاص السكريات الاحدية وسلامة الجلد والشعر بس هل هنا بيفرز صحة تأثير عصبي بردك لا مينفعش معي نيجي بعد كده اللي هو مين اللي هو الادرنانين ايه هو ده الاجابة ليه عشان ده بسميه اللي هو هرمون مين اللي هو الخوف او الطوارئ صح بيفرز في حالة الخوف والإصارة والقتال والهروب تمام طب بيعمل ايه لو احنا فاكرين كان بيزود نسبة السكر فين في الدم بيزودها ازاي بيحول كل الجليكوجين المتخزن في الكبد الى ايه الى كل جوز وبيزود ها سرعة ضربات القلب وبيرفع ضغط الدم يبا ايزا كل التغيرات دي تنوى بتحصل نتيجة مين اللي هو التأثير العصبي اما بالنسبة بعد كده اللي هو مين اللي هو الكالسوتنين طبعا ده بيفرز من الوضع الدرقية وده بيقلل نسبة مين الكالسن في الدم وبردك ده لا يفرز تحت تأثير عصبي وبالتالي مش ينفع معنا يبا الاجابة رقم جيم كل مما يلي يعتمد على حدوث الانقسام الميوزي ما عادة في حاجة واحدة بس هنا لا يحدث فيه انقسام ميوزي يا طرق ايه اول حاجة تولد بيكري فيه الضفضعة طيب احنا عارفين اللي هي الضفضعة عندها اثنين نون هنستخلص منها البويضة البويضة هتطلع عن طريق الانقسام الميوزي نون ويحصل عن طريق اللي هي بعرض البويضة لصدمة حرارية او كهربائية او اشعاع او اغزب الابر ايان كان هيطلع لي مين تاني اثنين نون لانه يحصل عملية تضاعف يبا اينا حصل انقسام مين؟ ميوزي يبا ايزا ده مش ينفع معنا اكتران سلامي او اكتران جانيبي في الاسبيرو جايرة في الحالتين عندي بيتكون اللي هو الاسبيرو جايرة صح؟ بيتكون عندنا في الاسبيرو جايرة اللي هو مين؟ اللي هو زايكوسبور والزايكوسبور عبارة عن كم؟ عبارة عن اثنين نون تمام؟ نفتكرة مع بعض كده عندنا في الاكتران السلامي تكون عندنا مين؟ زايكوسبور كم نون؟ اثنين نون؟ هيحصل انقسام مين؟ ميوزي هيبدأ م اربع ايه؟ اربع انوية عندنا فيه تلاتة من الانوية هتتحلل وفي واحدة هي اللي هي تنمو لما تتحسن الظروف وتبدأ مكونة جديد ده اللي هو بسميه مين؟ اكتران مين؟ سلامي تبنيه الاكتران اللي هو الجانبي نفس القصة عنده هنا ها اللي هو زايكوسبور حصل برضك انقسام مين؟ ميوزي يبقى عندنا في الحالتين حصل انقسام مين؟ ميوزي وبالتالي هنا ده سواء اكتران سلامي او جانبي مش هينفعه معي ميوزي يبقى اذا ما اتفقنا اقولنا الاكتران السلامي او الاكتران الجانبي بيحصل فيه منقسام ميوزي بنيجي بعد كده زراعة الانسجة في الطباق احنا عارفين طبعا اللي هي بناخد نبات الطباق بيحتوي على اثنين نون بيبدأ عن طريق الانقسام الميتوزي يكون ايه؟ اثنين نون ويكون لفرض جديد بعد كده اللي هو كام اثنين نون واذا ده الإجابة عندنا مفيهاش انقسام مين؟ مفيهاش انقسام ميوزي يبقى ده الوحيد الذي لا يوجد فيه انقسام مين؟ ميوزي الشكل المقابل يوضح آلية عمل انزيم يا ترى بلمارة الارن ايه؟ ولا بلمارة الدين ايه؟ ولا الربط ولا اللي هو لب ايه اللي قدام ده؟ ده الشريز ما احنا شافين اللي هو القالب الاصلي اللي هو خمسة تلاتة خمسة تلاتة تمام؟ طيب خمسة تلاتة بيشتغل عليه اللي هو مين؟ انزيم اللي هو البلمارة ويبدأ يجمع اللي هي قطع منين من اللي هي شريط اللي هي دين ايه؟ علي كطع صغيرة تمام؟ بعد كده من اللي يجي ربطهم مع بعض هيبدأ يحصل عملية ترابط عن طريق مين؟ عن طريق انزيم اللي هو مين؟ اللي هو الربط يبقى عند الإجابة اللي هو مين؟ انزيم مين؟ انزيم اللي هو الربط في حالة شريط خمسة ثلاثة الأصل المعكس تقوم انزيمات مين البالمر ببناء قطع صغيرة من اين من الدين ايه الجديد في اتجاه لو خمسة شرطة ثلاثة تمام طيب ثم ترتبط هذه القطع الصغيرة مع بعضها بواسطة انزيمات ايه الربط يبقى عندي هنا اللي يشتغل مين انزيمات مين الربط هي اللي تربطها لبقاء ايه مع بعضها الخلايا التي تعمل في كل من المناعة الطبعية والمناعة المكتسبة يطرى مين اول حاجة عندنا الخلايا البلعمية الكبيرة الخلايا البلعمية الكبيرة طيب تمام شغالة في مين فيه اللي هي المناعة مين اللي هي الطبعية احنا عارفين طبعا اللي هي الخلايا اللي هي البلعمية الكبيرة المهم الرئيسي بتاعتها احنا عارفين اللي هي ابتلاع مين ابتلاع اللي هي اي جسم غريب عن طريق عملية البلعمة أو اي ميكروبات أو أجسام غريبة أو خلاية جسدية هارمة أو مسنة نبدأ الخلاية القاتلة المين خلاية البلعمية الكبيرة موجودة في المناعة الم snel verdi لدينا نفس الكلام لدينا الخلايا القاتلة الطبيعية لأنها تهاجم لدي الخلايا الجسم المصابة بالفيروس والخلايا السرطانية وتبدأ أطيق عليها وطبعا الكلام عن طريق مجموعة منين من الانزيمات وتشتغل في المناعة الطبيعية والمنع مين المكتسبة نأتي رقم اثنين الخلايا البلعماية الكبيرة التي استألت وظفتها قليلا 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 لديها الخلايا الصارية موجودة في مين، موجودة في خط الدفاع التاني فقط اللي الخلية التهاجة بالتالي لدي لديها لم تنفع معنا خلايا الثقائية ما بيننا الخلال بالعمال الكبيرة صح معانا بس ديات غلط أصبحت العبارة كلها غلط إباز الإجابة رقم ألف الخلال بالعمال الكبيرة والخلال القاتلة الطبعية موجودة في المناعة الطبعية وموجودة في المناعة المكتسبة يستخلص أنزيم تاج بولمريز المستخدم في تضاعف قطع دينيه في جهاز البي سي آر من يطرق فطر بنسليم طبعا لأ بكتيريا إشاريشيكولاي لأ بكتيريا محبة للحرارة أيوة رقم دال فطر خميرة لا إحنا قلنا ديات ليش معنا ديات علشان لو احنا فاكرين الجهاز قد منرفع فيه درجة الحرارة يشتغل الجهاز في درجة حرارة مرتفعة نفتكر مع بعض عندنا ده اللي هو جهاز اللي هو بي سي آر عندنا هنا زي ما احنا قلنا الجهاز ده بيقوم بمضاعف القطع اللي هو الديني ألاف المرات خلال دقائية معدودة باستخدام إنزيم اللي هو تاج بولمريز الذي يعمل عند درجة حرارة مرتفعة تمام؟ يبقى هنا درجة حرارة مرتفعة معنا كده البكتيري اللي احنا مستخلصين منها ديات محبة لمين؟ محبة للحرارة التركيب الذي تندمج معه السابحات الزكريا السابحات الزكريا اللي هي الإنسريديا في صرخص اللي هو الفيوير لإتمام عملية التقاصر يناظره في النباتات الزهرية التركيب الذي تندمج معه وهو مين اللي يندمج معه؟ اللي هو الأرشغانية يعني بيكلمنا على البويضة صح ولا لقى؟ يبقى عندنا الأرشغانية اللي هي مين اللي هي البويضة اللي هي تندمج معه؟ طيب مين اللي زيه بقى؟ يناظره يعني شكله فين؟ في النباتات مين؟ الزهرية يطارة بويضة؟ طبعا لا خليطة البيضة لا عشان خليطة البيضة Buds تندمج مع مين؟ مع اللي هي النوائة مين؟ اللي هي اللي هي الزكريا تمام؟ وبيكون اللي مين؟ بيكون اللي هو إيه اللي هو الزايبوت اللي هو اثنين نون رقم جيه من نواته الانسريديا اللي هي نون اللي هي سبحاتها اللي هي مزكرة هتندمج مع اللي هي الارشوغانيا اللي هي البوايضة اللي هو بيكلمنا عليها المين اللي هيكون شكلها في النبات ويحصل عملية مين عملية الأخصاب وتتكون اللقاحة اللي هيتني النون احنا عاوزين بقى مين اللي شكل مين شكل البوايضة في النباتات نباتات اللي هي الزهرية عندنا اللي هي النواة اللي هي الزكريا اللي هي نون هتندمج مع مين مع نواة خليط البيضة يبقى عنده هنا تدريباً عن هذه الأرشوبانيا ويحصل عملية الإخصابة وتكون الزيوت النون وبعد ذلك يبدأ يكون مين الجنين تتصل الضلوع بعضمة القص عن طريق مفاصل نوحية مفاصل الضروفية أو الليفية أو الزولية لأنها موجودة في العظام جمجمة وطبعا ديها مفاصل معدومة مين الحركة طب هل هي مفاصل زلالية وساعة الحركة طبعا لا طبعا وساعة الحركة زي مين زي مفاصل الكتف او مفاصل الفخص وبالتالي مش هتنفع معنا تفضل مين غضروفية طبعا عند غضروفية معدومة الحركة وفي محدودة الحركة هل المفاصل غضروفية معدومة الحركة طبعا لا هي محدودة مين الحركة يبقى عند الإجابة رقم مين رقم جيم اللي هي مفاصل وضروفية محدودة مين محدودة الحركة احنا عارفين طبعا بيبدأ يحصل حركة اللي هي الضلوء إثناء عملية مين الشهيق أو عملية مين الزفير فإثناء عملية الشهيق بيتسع مين التجوفي الصدري هيتسع إزاي بيتحرك للأمام والجانبين وبالتالي هنا في حركة محدودة تمام وبالتالي بسمها مفاصل وضروفية محدودة مين الحركة نفتكر مع بعض عندنا من ضمن وظائف اللي هو القفص الصدري تساعد اللي هي حركة الضلوع حركة الضلوع خلي بالي في عملية التنفس تتحرك الضلوع إثناء عملية الشهيك إلى أيه إلى الأمام والجانبين وتزيد من التساعد تجويف مين الصدري والكلام ده بيحصل عكسه فيه في عملية مين عملية الزفير وهنا عندنا اللي هي المفاصل اللي هي الغضروفية بتسمح بحركة إيه محدودة جدا يبال حركة بتاعتها حركة محدودة جدا ما ينفعش أقول إنها إيه عاديمة مين الحركة من أمثلة المناطق التي لا تمثل شفرة على الـ DNI أول حاجة سلاسية كل من كودن الوقف وكودن البدء هنسأل نفسنا سؤال هو كودن الوقف ده موجود فين؟ ده موجود على الامار الـ DNI طب كودن البدء برضك موجود على الامار الـ DNI طب هو بيسن على مين؟ على الـ DNI بيزن دي غلط رقم بيه؟ موقع التعرف والمحفز دول موجودين على مين؟ على الـ DNI ولا يمثله شفرة إذن دي الإجابة رقم جيم المحفز طيب ماشي صح سلاسية كودن البدء إحنا نسألين كودن البدء موجود على الـ MRNI وبالتالي دي غلط سلاسية كودن الوقف موجود على الـ MRNI إذن العبارة غلط دي صح دي غلط إذن العبارة كلها غلط إذا الإجابة عندنا مين؟ رقم بيه؟ اللي هو موقع التعرف والمحفز طبعا ده لا يمثل شفرة وموجود عالميين على الـ DNI من الشكل المقابل يمكن أن يحدث التصاق بين أن يتوقم في دولت طيب هنعرفين طبعا حاجة اسمها اللي هي توقم اللي هو السيامي وطبعا ده بيكون توقم متماثل بيتولد ملتصق مع بعضه تمام؟ طيب نبص كده على الشكل قدامنا ده عبارة عن مبيض بدأ يطلع بويضتين هنا بدأ يخصب حيوان منو ده حيوان منو تاني هنا أول بويضة هنا ده بالنسبة لنا كده مش هينفع يكون توقم إيه سيامي الحالة التانية عندنا عندنا هنا بدأ يحصل هنا عملية تفلق ويكون هنا فرضين اللي هو 2 وإيه و3 فممكن يحصل هنا عملية التصاق بين 2 وبين مين وبين 3 يبقى عند الإجابة بين الفرض مين أو بين الجانين مين اللي هو 2 وإيه و3 يبقى 2 و3 يبقى الإجابة رقم مين رقم بيه نفتكر مع بعض كده عندنا اللي هي التوقم اللي هي متماثلة وحديقة اللقاحة عندنا بعضة حيام منوي بدأ هنا يحصل إخصاب ثم تفلق ويكون هنا توقم متماسل هيبدأ هنا ممكن يحصل في الحالة ديتنا عملية مين عملية التصاق في التوقم مين المتماثل ليه لما نبص على العبارة دي كده عندنا التوقم مين اللي هو السيامي اللي هو بيسألنا عليه توقم متماسل متماسل تمام خلي بقى لنا من الكلام يولد منتصق في مكان ما بالجسم ويمكن الفصل بينهما جراحيا في بعض الحالات السبب في تحول الشكل سين إلى حدوث الاستجابة المناعية في الشكل صاد هو إيه اللي قدام ده دي عبارة عن أوعيات دموية زي ما احنا شاكين بدأ يحصل هنا فيها اللي هو تمدد في الأوعيات دموية تمدد فين في الأوعيات دموية نتيجة حدوث إصابة تمام طيب أول حاجة بيقول لي أنا أول حاجة بيقول لي محاولة الجسم منع دخول مسببات المرض طبعا مش هتمشي معنا نشوف حاجة أفضل كده إفراز الكيموكينات لجذب الخلابة العمية هل إحنا شايفين قدامنا خلابة العمية لا النشاط الإفراز اللي خلابة القاعدية طيب يا الخلابة قاعدية كتبت تعمل إيه إحنا عارفين الخلابة الصورية والخلابة قاعدية كتبتفرز مادة مين الهستامين صح ولا لا مادة إيه الهستامين ومادة الهستامين كتمادة إيه مولدة للإلتهاب بتعمل عليه بقى تمدد الأوعية مين الدموية عند مكان مين عند مكان الإصابة وبتزود نفذية مين اللي هي الأوعية الدموية الصغيرة والشعارات الدموية علشان تبدأ تعمل عملية جذب المين إلى اللي هي الخلابة اللي هي البيضاء المتعدلة وحيدة النواة والبلعمية الكبيرة لمكان مين مكان الإصابة وبالتالي تي الإجابة الأفضل بالنسبة لنا رقم دال ارتفاع ضغط الإسموزي للدم برضك مش هيمش معنا الأفضل هي مين رقم مين رقم جيم لأن هنا ارتفاع ضغط الإسموزي المتسبب بالنسبة للي هو مين الهيرمونات وهنا ما فيش إيه بالنسبة لإيه هيرمونات وبالتالي الإجابة رقم جيم نفتكر مع بعض كده لما كان بيحصل غزل الميكروبات أو أقسام غريبة كان بتقوم اللي هي الخلايا الصارية والخلايا البيضاء القاعدية بإفراز كمية منين من مادة مين الهيستامين كان بتعمل الهيستامين تمدد العواية الدموية عند مكان إيه الإصابة زيادة نفذية العواية الدموية الصغيرة والشعارات الدموية للسوايد من الدورة الدموية والكلام ده بيبدل مين إلى تورم مين الأنسجة مكان مين الإيه الإلتهاب وبالتالي اللي قدامنا ده سمحنا قلنا نتيجة إفراز مين مادة الهيستامين من الخلايا مين البيضاء القاعدية في تطبيقات الهندسة الوراثية يمكن كسر الروابط التساهمية في هيكل سكر فوسفات في جزية دين بواسطة يطر مين إنزيم اللولاب إنزيم اللولاب اللي وحنا فكرين كان بيقصر الروابط الهدروجينية على امتداد اللي هو اللولاب المزدوج وبالتالي ما ينفعش معنا البيئة المائية بالخلية رفع درجة حرارة إلى 100 درجة مقوية ده كان بيقصر بس كان بيفصل مين كان بيفصل الشريطين عن بعض وبالتالي برضك ما ينفعش معنا رقم ده الإنزيمات مين إنزيمات القصر طبعا دي اللي هي إيه هي الإجابة الصحيحة نفتكر مع بعض إنزيمات القصر عبارة عن إنزيمات بكتيرية تتعرف على مواقع معينة على جزئ الديني الفيروسي الغريب وتأخضمه إلى قطع إيه عديمة مين عديمة اللي هي القيمة وعندنا طبعا من استخدام الكلام ده من حوالي إيه 250 نوع من إيه من سلالات بكتيرية إيه مختلفة ده عبارة عن اللي هو شريطين من اللي هو الديني جزئ من الديني عندي هنا موقع التعرف هنا موقع التعرف بيبدأ يشتعلها لمين اللي هو مين إنزيم القطع وإنزيم مين اللي هو إيه القصر ويبدأ يقطعه ويشتعلها لمين أطراف إيه لاصقة زم إحنا عارفين تشترك النويسلة مع الإندس بيرم في أنهما أنسجة يطر إيه النويسلة زم إحنا عارفين عبارة عن 2 نون الإندس بيرم ثلاثة نون يطر أول حاجة إذا سيناءة العدد الصبغي لطب ديعة اللي هي سوناية إنما دي سلاسي ما تنفحش معانا رقم بيه سلاسية العدد الصبغي الإندس بيرم ظلاسي النمى سوناي ما ينفحش معانا غزائية أي ودي هما الاتنية هما الاتنين عبارة عن إنزيم غزائية تدمر قبل تكوين البزور لا عندنا الإندس بيرم يتنو بعد مين تكوين البزور إذن إليه كمان غلط نفتكر مع بعض من هذه الخلايا وتبقى واحدة تنمى بصرع مكونة لكيس الجنيني الذي يحيط به نسيج غزائي يسمى النواسلة يبقى النواسلة عبارة عن نسيج غزائي تمام نجل الاندوسبرم تنقسم نواة الاندوسبرم اللي تعطي نسيج الاندوسبرم إلى تخزية من الجنين في مراحل نموه الأولى ويبقى هذا النسيج خارج الجنين فيشغل بذلك جزء منين من البزرة يبقى تخزية من جنين يعني نسيج غزاني أسرع طريقة للقضاء على الميكروب الذي يصيب الجسم الانسان تكون عن طريق الحقن بإيطرة طالما هنا أسرع حاجة بيدور على الأسرح حاجة يبقى ننكلم على مصل المصل بيكون سريع لأن ده عبارة عن أوسام اللي هي مضادة جاهزة إنما لو اللقاح هيكون بطيء لأن هنا الجسم هيبدأ يشترك في تكوين من الأجسام المضادة فعند رقم قالب بيقولي بالأجسام المضادة المتكونة في الحيونات يعني قصد المصل لأن المصل ده من استخلاصه من من اللي هي اللي بلازمة بتاعة الحيونات وبالتالي ده إجابة صحيحة رقم بيه؟ بالبكتيريا والفيروسات اللي الميتة يعني من نتكلم على اللقاح وإحنا لسا أنينا اللقاح بطيء مش ينفع معنا بالبكتيريا والفيروسات الضعيفة سواء ميتة أو ضعيفة ده اسمه لقاح فإذا الاتنين دون لقاح يعني بطيء هما الاتنين مش ينفع معنا السموم المخففة المخففة طبعا ديات إيه؟ بره مضاق خالص فإذا الإجابة عندينا مين رقم ألف كل مما يلي يقوم بالتهام الأجسام الغريبة التهام يعني عملية البلعمة وتفتتها معادة خلايا بلعمية لها طبعا بتقوم مش تنفع معنا وحدة النواع برضك بتقوم عشان ما تتحول إلى خلايا بلعمية عند الحاجة تمام؟ خلايا تقوم بمين بعملية مين البلعمة نفتكلم مع بعض الخلايا قاعدية والحمضية والمتعدلة كلهم بيقوموا مين بعملية مين البلعمة اللي هي بتلعب والهضم تمام؟ وعندنا الخلايا اللي هي وحدة الخلايا اللي هو بيسألنا عليها دي برضك تتحول إلى خلايا بلعمية عند إيه الحاجة والتي تلتهم بدورها الكائنات الغريبة عنده عن الجسم تمام؟ الخلايا البلعمية عندنا سواء سابتة أو دورة هما الاثنين المهمة بتاعتهم إيه التهام أي جسم إيه غريب التهام الأقسام الغريبة اللي هي عملية مين؟ عملية البلعمة يبقى إذن سواء خلايا بلعمية سابتة أو دورة هما الاثنين مهمتهم مين؟ التهام مين الأقسام الغريبة ما المؤثر الأسرع استجابة في النبات؟ الضوء ولا اللمس ولا الرطوبة ولا الجاذبية الأرضية طبعا أصرح حاجة بالنسبة للاستجابة اللامس زي نبات المستحية بمجرب نلمس اللي هي الورقة بتاعت اللي هي نبات المستحية بيبدأ يحصل عملية سبول المين للورقة إنما عندنا الضوء أو لو الانتحاء الضوء أو الانتحاء المائي أو الانتحاء الأرضي طبعا هنا عشان النبات يستجيب هنا بياخد وقت نتيجة تأثير مين نتيجة تأثير الأجزينات وبالتالي يكون التأثير هنا بطيئ فأصرح حاجة لو مين اللامس من الشكل اللي بقي هنا المقابل تحدث عملية التبويض في اليوم 12-13-15-17 طبعا احنا عارفين عملية التبويض بتحصل في اليوم كام؟ في اليوم الأربعة عشر والبوايضة بيتنا نعيشها لمدة يومين يعني اليوم الأربعة عشر واليوم الخمستاشر طبعا هنا مفيش أربعة عشر نعمل ايه؟ نبص على شكل كده هنا زي ما احنا شافيه الأيام ميدين هنا من خمسة حد ثمانية عشرين وعند هنا تركيز الهرمونات في الدم اللي همين هنا هرمون اللي هو البروجسترون هرمون مين؟ البروجسترون هنسأل نفسنا سؤال هو ده بيفرز منين البروجسترون؟ البروجسترون زي ما احنا عارفين بيفرز من اللي هو ايه؟ الجسم الأصفر يبقى عندنا البروجسترون بيفرز من الجسم الايه؟ الأصفر طيب هو الجسم الأصفر عشان يتكون المفروض هنا عشان يتكون لازم يحصل قبلها تحرر لمين للبوايدة تمام يحصل تحرر لمين لإيه للبوايدة وحصل هنا في اليوم الكام هنا بدأ البرج الصون يفرز في اليوم الخمستاشر يبقى إذن هنا علشان ده يفرز لازم يكون يكون مين الجسم الأصفر يعني بعدها مباشرة يعني في اليوم كام الخمستاشر وبالتالي نختار مين رقم جيم عندنا اللي هو اليوم الخمستاشر من الشكل المقابل الجزء المسؤول عن ارتباط بروتين عامل الإطلاق بكودن الوقف هو سين صاد عين لام يا ترى كودن الوقف هيجي فينا حتة علشان يطلق مين بروتين مين عامل إيه عامل الإطلاق طبعا هيجي فينا حتة هيجي عند اللي هو موقع مين اللي هو العمائن القصير اللي هو مين اللي هو سين يبقى الإجابة عند مين عند سين اللي هو موقع مين اللي هو العمائن القصير إنما الصاد طبعا ديت عبارة عن مين عبارة عن موقع اللي هو اللي بيبتضيل وعندنا اللام ده عبارة عن قطع ترى اذا كان المخصوصاً مية صغره عند الإجابة عندها مية عندها سين المفترك مع بعض يبها عبارة عن كترابية صمو الكبرى و كترابية صغره عما يتغلق على سين موقع الأمينة قصيل وصده مية قدامة عندي لعندي كود الوقف موجود فينا حتى عند موقع أمينة قصيل اللي هو اسمه A-C بالنسبة لنا في الرسم اللي هو مدهن المواد الكيميائية التي قد تستخدم لتصبيط نشاط فيروس الالتهاب الكبد C في أنسيجة الكبد هي كيمو قينات ها تنفع معنا طبعا لا طب ليه أنا عندي كيمو قينات زي ما احنا عارفين دي تعتبر عامل مين جاز بالخلال بالعمال كبيرة متحركة في الدم بعدد كبير وبالتالي مش هتنفع معنا رقم بين دي بتعتبر ليه مين أداة اتصال وبتربط بين اللي هي خلايا الجهاز المناعي وبعضه وبين اللي هي الجهاز المناعي وخلايا الجسم المختلف وبالتالي مش هتنفع معنا متممات أو مكملات طبعا دي تناول مهمة بتاعتها اللي هي بتضمر مين المقربات اللي هي بترتبط مع مين مع الأقسام المضادة مش هتنفع معنا نيجي بعد كده رقم مين رقم دا لعندنا اللي هي مين اللي هي الانترفيرونات طبعا دي الإجابة عندنا اللي هي الصحيح اللي هي الانترفيرونات ليه نفتكرها مع بعض كده الانترفيرونات وظيفتها منع الفيروس من التقاصر والانتشار فين في الجسم حيث أنها ترتبط بالخلايا الحية المجاورة للخلايا المصابة التي لم تصب بالفيروس وتحصها على انتاج مين نوع من الانزيمات بيعمل على تصبيت عمل انزيمات نسخ الحمد النومين للفيروس يبقى اللي هي وقف الفيروس هنا مين اللي هو الانترفيرونات جميع بوايضات أنسى حشرة المن أحادية المجموعة الصبغية هي أحادية ولا صنائية من عندي فيه بوايضات أحادية في بوايضات صنائية صح ولا لأ والله لو هي صنائية هيحصل فيها تورد بكر واتطلع لنا أين هي لو هي أحادية هيحصل فيها تقاصر جنسي وبالتالي دي غلط بالنسبة لنا لذا فهي تنتج بالانقسام الميوزي وحنا عندنا البيضات فيه بينتج منها بانقسام ميتوزي وفيه انقسام ميوزي وبالتالي دي كمان غلط يبقى هذا العبارة ان هما الاتنين ايه غلط نفتكر مع بعض عندنا حشرة المن الاناس عندها اتنين نون هيحصل فيها انقسام ميتوزي تمام؟ هيكون لنا البيضات اللي هي اتنين نون يبقى فيه بوايضاتها تنتج باتنين نون وفيه بوايضاتها يحصل فيها انقسام ميوزة تطلع لأيه نون اللي تطلع اتنين نون دي تناه هيحصل فيها تولد بيكري تقاصل جنسي ويطلع مين انس فقط اللي هي اتنين نون النوع الثاني اللي هو الانقسام الميوز اللي هو نون هيحصل فيه اللي هو تقاصل جنس اللي هي عملية اخصاب ويتقوم مين اللي هي اتنين نون اللي هي الزكور او الانس اذا حدث خلل في مستقبلات هيرمون البرس هيرمون على خلايا الهدف يتوقع ان تكون النتيجة النهائية على المدى البعيد يا ترأيه زيادة نشاط الغدد الدرقية هل هيزيد نشاطها طبعا لا زيادة نسبة كلسم في الدم بردك لا عدم تأثر الغدد الدرقية اللي هتتأثر رقم دي ضعف الغدد الجارات الدرقية طبعا دي اللي جاب عندنا ضعف مين الغدد مين جارات مين الدرقية طب ليه ودلوقتي حصل خلل فين في المستقبلة بتاع مين هيرمون البرس هيرمون عندنا دولة اللي هي الغدد اللي هي جارات الدرقية عملت نفرز مين اللي هو الهيرمون بس عندنا مشكلة في المستقبلات نفسها بتاع الهرمون ده مش هتستقبلها وبالتالي نسبة الهرمون في الدم عملت زيد تمام وبالتالي بعد فترة هتبدأ يحصل ضعف المين للغضاد مين اللي هي الغراط مين الدرقية وبالتالي اللي جابه رقم دل في حقيقيات النواة يحدث نسخ الارن اي نتيجة كل مما يأتي مع هذا ما هذا حاجة واحدة بس أول حاجة وجود البروتينات التنظيمية غير الهستونية في الدين ايه طيب ماشي تمام صح وزال فل وجود الدين ايه في شكل نيوكلسومات ملتفة هلا هيحصل كده عملية نسخ طبعا لا لان الانزيمات مش هتعرف توصلوا رقم جيم تضاعف كل من الدين ايه داخل النواة بيحصل تضاعف داخل ايه النواة تمام نشاط عمل كل نشاط عمل بعض الانزيمات داخل النواة تمام برضك صح يبقى الوحيد الغلط اليوم يرقم مين رقم به نفتكر مع بعض عندما يكون جزئي الدين ايه مكسف في صورة كوروماتين لا تصلوا الانزيمات الخاصة بتضاعف مين ويتعين فك هذا الالتفاف على الاقل الى مستوى شريط من النيوكلسومات قبل ان يعمل الدين ايه ققالب لبناء الدين ايه او الار ايه يبقى عندنا انزيمات التضاعف مش هتعرف تشتغل تمام وبالتالي كده مش هيتم هي عملية مين اللي هي تضاعف مين اللي هو الدين ايه الاشكال التخططية التي امامك تمثل مجموعة من الانتجينات واحد اتنين ثلاثة تمام انتجينات عليها والاقسام المضادة اي بي سي عندنا اقسام مضادة تمام عاوز ايه هو بقى ايه العبارات التالية صحيحة يطرى من الصحة عندنا رقم الف الجسم المضاد بيه اللي هو ده تمام غير فعال لأي من الانتجينات غير فعال لأي من الانتجينات هل الكلام ده صح ولا ولا نشوف كده مع بعض هعرف هنا فعالة والغير فعال من اين من خلال موقع ارتباط اللي هو ايه بالانتجين فعندنا الشكل ده احنا عارفين زي شكل اللي هو القفلول مفتاح هل فيه حاجة تركب معا هنا من الانتجينات زي ما احنا شايفين رقم كام رقم اتنين ينفع يركب في المكان ده اه بوز المسلس ده ينفع يجي هنا وبالتالي كده العبارة رقم الف دي بالنسبة لنا غلط رقم بيه الجسم المضاد ده ايه ايه فعال الانتجين واحد نبص كده رقم ايه زي ما احنا شايفين ده موقع الارتباط بالانتجين وده قاروة عامل زي القرآن فبالتالي يجي في المكان ده فإذا العبارة دي صحيح فإذا الرقم بيه كده صحيح بالنسبة لنا دي صحيح نشوف رقم جين تتشابه سلاسل البروتينات بين الاجسام المضاد ده ايه بي وسي بي بي وسي هل ده شكل ده هل موقع الارتباط هنا شكل ده طبعا لا وبالتالي هنا هيكون في اختلاف عندي في تتابع اللي هي الأحماض الأمنية والأنواع بتاعتها وشكلها الفراغي فإذا عبارة دي صحيح ما فيش تشابه ولا حاجة ده في اختلاف إذن ده غلط رقم ده الجسم المضاد ده سي فعال ضد اللي هو واحد واثنين نشوف كده سي عندنا هون هل فعال ما واحد واثنين هده واحد ده ده زي القرآن مش هيجي هنا واثنين ده مسلس مش هيجي هنا ده يجي مع ثلاثة بس فإذن ده كمان غلط فإذن الإجابة عندنا رقم مين رقم بي تحتوي النواة الأموبية لنبات الأرز على 12 كرموسوم طب هي النواة الأموبية ده كم نون نحن عارفين نواة الأموبية عندنا طبعا لايه الخلاق جرسمائي لهمية اثنين نون هيحصل فيها انقصام ميوز وكولنا أربع جرسيم تمام وعندنا بعد كده النواة هتبدأ تنقصم ميتوزي وكولنا أي نواتين فيه واحدة نواة مولدة والتاني نواة مين اللي هي نواة إيه اللي هي أموبية معنى كده النواة الأموبية عبارة عن نون النون بيسوي كم كرموسوم 12 كرموسوم سيكون عدد كرموسومات فيه الأمشاج الأنسوية يبقى أول حاجة دلوقتي نحن تفقنا دلوقتي عندنا نون بيسوي كم 12 كرموسوم عاوز أول حاجة مين الأمشاج الأنسوية طب يا الأمشاج الأنسوية عبارة عن كم مش نون الزايد هي أيضاً كأبيرة الزايد يعني من عارفها على 2Τ ثم فمفارها على ج optimize وفار two في our 2-14 كروموسوم وعندنا الممشاكل انسيوية ماخر 4 كروموسوم خلايا الشتلات يعني خلايا جسدية يعني عبارة عن اتنين نون يعني 24 قرمصوم إذن الترتيب اللي عندنا 12 24 24 يعني اللي جاب رقم مين رقم جيم يبا اللي جاب رقم جيم 12 24 24 يا رب كون فهمنا ما تنسوناش بصلاح دعواكم كراماكم استرطار وصلام الله عليكم ورحمته وبركاته